أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني أمثال قالوا قديما رب رمية من غير رام ويعود المثل هذا للحكم بن عبد يغوث المنقري وكان من أرمى الناس فحلث يوما لا يعقرن الصيد حتما فخرج بقوسه فرمى فلم يعقر شيئا فبأت ليله حزينا وفعل في اليوم التالي كذلك فلم يعقر شيئا فلما أصبح قال لقومه ما أنتم صانعون فإني قاتل اليوم نفسي إن لم أعقر مهاتا عند ذلك قال له ابنه المطعم بن الحكم وهو بعد غلام يا أبتي احملني معك أرفدك وأعنك فرد عليه الحكم ساخرا وما أحمل من رعش وضعيف وهل ستصيد ما عجست أنا عنه فانطلق فإذا هما بمهات فرماها فأخطأها فقال له ابنه يا أبتي ناولني القوس فغضب الحكم وهم أن يعلوه بها فقال له ابنه يا أبتي أحمد بحمدك فإن سهمي سهمك فناوله القوس فأخذ الابن القوس فرماها فأصابها فقال عند ذلك الحكم رب رمية من غير رام ويضرب هذا المثل عادة لمن يأتي بفعل لا يتوقع منه والحقيقة أن الإنسان كل إنسان لا بد أن يمر بتجربة كهذه أي أن يحالفه الحظ من دون قصد منه فيصيب له أمرا كان مكتوبا ومقدرا من الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك الأمر خيرا أم شرا قال الشاعر ألا رب باغ حاجة لا ينالها وآخر قد تقضى له وهو جالس وقال آخر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يشاه فقد تشتهد يا عزيزي كل الاجتهاد لنيل غاية فيصرفها الله عنك وقد تحاول في أمر بلا اجتهاد ولا سعي ولا مثابرة فيكتبه الله من حظك عاند الدنيا الرديئة وابتسم إن بعد الليل فجر يرتسم ولا تقل حظي رديئا إنما قل قدر الله وما شاء قسم أمثال كطلائع نخل ما زالت توتينا أكلا إن رحلوا من قالوا مثلا فسيبقى حيا ما رحلا فسيبقى حيا ما رحلا